من سواتر قوات النظام والميليشيات المسايدة لها من هذه المنطقة التي أصبحت بالكامل تحت سيطرة جيش الفتح وتحديدا جبهة النصرة هذه هي الدشم والسواتر التي كانت تتخذها ميليشيات النظام لقصف المدنيين والوصول إلى مناطق وتمدد في ريف حلب الجنوبي ووصول إلى ريف إدلب هذه المناطق يقول مقاتل جبهة النصرة لم تنفع المقاتلين بصد هجمات الانغماسيين من قبل جيش الفتح استطاعوا السيطرة على قرية تلباجر وعلى خربة كوسة وعلى عدة نقاط استراتيجية واصلة إلى مناطق في قرية العيس والحاضر وتلة العيس الاستراتيجية الحمد لله استطعنا اقتحام قرية تلباجر والسيطرة عليها بشكل كامل اقتحمنا هي دشمون بيني أمامك الحمد لله ما أغنتهم أنه يستطيعوا يتمترسوا فيها دخلوا الأخوة الغماسيين لقلب الضيعة وحاصروا وهربوا كالفئران أمامنا وهي أخذنا كل القرية اللي كانوا هنمت مترسين فيها وعملين سواتر ودشم وما إلى ذلك هل العملية عسكرية مستمرة يا جبهة النصر؟ أكيد إن شاء الله مستمرين لحتى تحرير بلاد الشام كلها إن شاء الله ولكن الآن الحملة على الريف الجنوبي بإذن الله ما رح توقف لحتى ناخد جبل عزام بإذن الله والمناطق اللي يتقدم عليها الجيش كله ياته طيران روسي ما بيوقف سرب رايح سرب جاي يعني الطيران الروسي ما بيوقف أبدا والقصف ولكزا ولكن الحمد لله الأخوة سابتين وصامدين والله سبحانه وتعالى بيحمينا من قصفهم يعني عبي يحرقوا الأرض حرق وبإذن الله يعني المنطقة اللي موجودين فيها بتنزلها مئة قذيفة ما بينصابوا له واحد الله سبحانه وتعالى هو اللي عبي يحمينا فيه فيها قتل كثير الحمد لله هي جسسهم بالأراضي وبخلف السواتر وخلف القرية موجودين بكل مكان جسسهم وفيه أسرى الحمد لله ولكن معظمهم مثل ما قلت من سوريين هنا عراقيين وإيرانيين يعني الأغلب ومن حزب اللات اللبناني أصبح مقاتلو جيش الفتح والفصائل الأخرى على بعد كيلومترات قليلة من بلدة العيس استراتيجية وتلتها هذه خلفي تماما تلت العيس الاستراتيجية والذي أصبح المجاهدون على بعد كيلومترات قليلة منها بعد أن سيطروا على قرية تلباجر التي نحن بها الآن وقرية المكحلة وأيضا خربة الكوسة خالد أبو المجد لأورينت نيوز من تلباجر المحرر رفيري في حلب الجنوبي